كل اللي قدر اقولوا اهلا 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 بالناس اللي شغالة علشان خاطر الناس وحاجزي حالاتي بص يعني مثلا انا مضطر اقولك مثلا اعلى اعلى رعاية صحية في الدنيا فين؟ في كوبا انت شيع يا عم اه بس مش دي القصة ليه؟ لان الجماعة اللي في كوبا دول اهتموا بان هما يعملوا منظومة رعاية صحية لكل المواطنين بالمناسبة مفيش رعاية صحية لكل المواطنين كلهم كلهم غير في كوبا لقدر اكتنهم بقدموا الرعاية الصحية المجنية حتى للوافدية لو حد حصى اهلا وسهلا خش المستشفى وتعالج ببلاش باراك اوباما في برنامجه الانتخابي الاخير في دورته الاخيرة قدم اوباما كير دي كانت بقى ايه؟ درة التاج في برنامجه الانتخابي اوباما كير خمسين مليون مواطن امريكي ياه تصفيق حاد والاعلام ما سكيتش وقتها في امريكا مصر بتقدم برنامج اسمه التأمين الصحي الشامل لكل المصريين يعني تعدادنا دلوقتي اظن 104 مليون نروح نحكم امريكا بقى بالطريقة دي لو هنحط ده برنامج انتخابي خلوني ارحب بعد اذن حضراتكم بدكتور محمد العقاد دكتور محمد العقاد هو مدير الادارة العامة للرعاية الثانوية بهيئة التأمين الصحي الشامل يبلغ من العمر 44 سنة فييجي يوم اشوف الجيل بتاعنا بيتولى مهام مهمة وتغير في حياة الناس وتشجعهم وتحسسهم بان البلد مش محوطاهم واخدهم بالحضن دكتور محمد منوارنا يا ربنا خليك حضرتك يعني شرف كبير ليه يكون مع حضرتك لا عفو ده حسدك شهدين ده كل واحد فينا يتشرف بوجودك معنا احكيلي على التأمين الصحي الشامل يعني حطيت المقارنة ما بين التأمين بتاعنا وما بين اوباما كير طيب نبدأ نشرح بصورة مبسطة كده للناس ايه هي منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل هو حلم لكل مصري فينا انه يبقى هو عنده رعاية صحية محترمة في بيئة امنا طبيب بيشوفه ويعالجه هو او حد من افراد اسرته طيب الحلم ده القيادة السياسية تبنت هذا الحلم وامنت ديه وقالت لازم نبدأ نشوف القصة دي هتمشي ازاي اول خطوة وكانت الخطوة الجميلة او الفكرة الحلوة ان احنا يتم فصل الهيئات في منظومة التأمين الصحي الشامل ده جزء من التطور الطبيعي للحياة زي ما كلنا بنتطور في حياتنا وكل حاجة في الدنيا بتتطور فكان الفكرة ان احنا نتطور من القطاع الصحي القديم الى القطاع الجديد بان احنا نفصل هيئات تقديم الخدمة يعني ايه تم انشاء ثلاث هيئات الهيئة الاولى وهي هلاقي عام رعاية صحية دي بتقدم الخدمة الطبية بس فول ستوب انا هقدم الخدمة الطبية على اكمل وجه بجودة عالمية بجايد لاينز او مؤدلة عالمية لاحدث المعايير جميل الهيئة التانية هيئة التمويل وهي هيئة التأمين الصحي الشامل التي تمول هذه الخدمات الطبية الهيئة التالتة المسؤولة عن تسجيل واعتماد المنشآت الطبية ومراقبة جودة تقديم الخدمة اللي الهيئة رقم واحد بتقدمها حلو فتم فصل التلات هيئات برؤساء هيئات مختلفين برؤساء مجالس ادارة مختلفين وكل واحدة فيهم بتشوف شغلها بس لانه زمان كان كل واحد فاللي بيقدم الخدمة هو هو اللي بيرائب نفسه ويقيم نفسه وهو اللي يدفع الخدمة فيقول انا حلو فبدأ يبقى فيه تطور ده نتيجة ان الحلم ده كان لازم يتطبق بشكل كويس زي المقدمة بتاعت حضرتك الجميلة طبعا عشان اقدمه واتطمن ان هو يوصل للمئة مليون وهو لازم يبقى البيز او الارض الصلبة الاول هي دي البداية ففصل التلات هيئات القيادة السياسية لما فكرت فصلت التلات هيئات عن بعض حلو فتم فصل التلات طيب نبدأ بالهيئة العامة الرئيس الصحية اللي أنا موجودة النهاردة بمثلها طيب هي مسؤولة عن ايه؟ تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين المشتركين في المنظومة منظومة التأمين الصحي الشامل من الالف الى الياء اي خدمة هيحتاجها هيلاقيها جوة التلات مستويات اللي أنا شرحهم دلوقتي بمنتهى البساطة عندنا تلات مستويات لتقديم الخدمة الصحية البرائماري والسكندري والترشري او بالعربي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة طيب ايه هم دول؟ المرحلة الاولى دي من اول واحدة الطب الاسرة ومركز طب الاسرة اللي احنا زمان كنا بنسميه الواحدة الصحية لا بالوقتي بقى اسمه واحدة طب الاسرة ومركز طب الاسرة ليه؟ لانه هو خلاص بقى ملف اللي بيتفتح للمريد ملف فردي او ملف عائلي لو هو انسان سنجل يعني او غير مرتبط فهو ملف فردي طيب لو ما عيلة خلاص بقى ملف عائلي وهي الوحدة اللي بيقوم عليها التأمين صحي دلوقتي واحدة العائلة ان لازم العائلة كلها يكون مؤمن عليها طيب المركز او الوحدة الطب الاسرة دول ايه اللي بيحصل فيهم؟ بيروح المنتفع من التأمين الصحي الشامل بعد ما سجل في هيئة التمويل واقر اشتراكاته او دفع اشتراكاته وخلاص هو بقى مؤمن عليهم عائل كرنيئة او الكرت اللي بيقول ان هو في دخل منظومة التأمين الصحي الشامل يبدأ يفتح الملف يبدأ يتعمل له تاريخ مرضي يتم فحصه من الالف الى الياء كل الامراض الصادقة لو فيه امراض حالية لو فيه امراض تفوقت لها علاقة بالوراثة عشان نبدأ يبقى لقى ملف كامل الملف ده بيبقى كامل جميع التحاليل جميع الاشعاعات جميع الفحوصات بقى من الالف الى الياء عندي فول هستري باست اند بريزنت يا يوسف فاشا وبقى كل الملف ده موجود عندي بكليك صغيرة بين الوحدة والمركز والمستشفى في حالة الاحتياج هذا الملف موجود ده طبعا ما كانش يعني ما كانش في خيالنا كلنا طيب الخطوة رقم اتنين راح كشف واحتاج لحاجة بسيطة اللي هي بنسميها الاولية بقى اللي هي المرحلة الاولية خلص هياخد علاجه من طبيب الاسرة او طبيب النساء او طبيب الاطفال اللي موجود او لو محتاج تطقيف صحي او محتاج اي حاجة ليه علاقة بالوحدة او المركز هيخلصها ويروح بيته طيب المرحلة اللي بعديها لما راح لقينا ان هو محتاج حاجة اعلى شوية من امكانيات مركز او وحدة طب الاسرة يبقى نخش على المرحلة اللي بنسميها السكني او مرحلة ثانوية ما هو يروح بقى مستشفى يتم عن طريق هذا المركز او هذه الوحدة اللي هو موجود فيها الاحالة الاحالة دي بتتم في خلال 48 ساعة للمستشفى يئمة عيادة يئمة لو حاجة طبعا طرق بيروح في ساعتها على طول بيتحول الى الطوارق بتاعت المستشفى لو حاجة محتاجة عملية او حاجة كبيرة او بيروح لعيادة متخصصة فلنفترض مثلا عيادة جراحة المخ والاعصاب دي مش جوه الوحدة مش جوه واحدة طب الاسرة دي مرحلة اللي بعديها فيبدأ يروح للمستشفى طيب المستشفى لقيت ان هو محتاج حاجة ثالثية حاجة مثلا اللي هو بنسميه الطب المتقدم او الطب التخصصي زي أسطرة المخ والاعصاب حاجة ادفانسد جدا لا دي موجودة في قطاع الحكومي بس بنسميها المرحلة الثالثية او الترشري اتتتت عمليات من دي تعملت في المستشفى الاسماعيلية بالزبط لا ده فالاسماعيلية في فرصعيد وفي اللقصر الله اكبر دي المفاجأة بقى انا مش عزا قطعة تكمل اه احنا وصلنا يعني نكمل عشان يبقى الناس مركزة معنا بالزبط والناس تبقى ماشية معنا في الخط وصلنا للمرحلة الثالثة ان العيان بقى محتاج خدمة متقدمة جدا زي القصاطر البتاعة المخ والاعصاب او أسطرة قلبية من نوع معين او دعامات دوائية من نوع معين وبالتالي بقى دي المرحلة الادفانسد او اللي هو بنسميه الطب المتخصص المتقدم وبالتالي بقى احنا عندنا ثلاث مراحل العيان كل مرحلة فيهم مدام خلصت في المكان اللي هو رايح فيه خلاص الحمد لله طب احتاج استدعى او احتاج ان هو يروح للمكان اللي بعده الاحالة للمكان اللي بعده بقت اسهل ومن هنا جي اسم مدير عام ارعاية الثانوية والثالثية اللي هي التقديم الخدمة من المستوى الثاني والثالث جوة المنشآت الطبية ده كده بمنتهى البساطة طيب هيجي على بالي مثلا سؤال افترضنا ان فلان الفلاني راح عنده اعراض هو مش عارف دي ايه بتعمل ايه فتعمل عليه الكشف وبعدين لقينا انه مثلا العلاج ده ممكن تبقى جراحة ما انا مفتيش يعني او علاج ما مش موجود عندنا في مصر انا عايزك تتخيل كل اي حاجة في دماغك وقول لي واحنا نفسر مع بعض الناس انا اسمع يقول لك ايه لا دي الحكاية دي مش عندنا في مصر اسمع كده من زمان يعني من وانا صغير ده محتاج لازم يسافر برة طيب لازم نروح للمجالس الطبية المتخصصة وبعدين نستصدر له قرار من مجلس الوزراء علشان خاطر يعمل علاج على نفقة الدولة وبعدين نجيب له العلاقة نفقة الدولة وبعدين يسافر ولو العلاج ده طيب ده ليه حد مالي معين طيب هنشوف هنقدر نكمل له بقية الفلوس ازاي كانت بتبقى حدوتة وضعية لما محدش بيعرف يخرج منها إلا يعني من رحم ربي زي ما بيقى صحيح طيب احنا دلوقتي هنقول ان احنا اكتر من 95% من الخدمات العادية والأدفانسد اللي هي الطب المتقدم موجودة في القطاع الحكومي في الثلاث محافظات والاربع محافظات لان جنوب سيناء خلاص دخلت الحمد لله الحمد لله الاربع محافظات اللي في المرحلة الاولى فيهم الحاجات دي كلها طيب انا هضرب مثال طبعا بدون ذكر اسماء احنا في محافظة بورسعيد احد رجال الاعمال احتاج لعملية من العمليات المتقدمة وتعاملت في مستشفى من مستشفىاتنا جوه بورسعيد ما شاء الله وهي مستشفى النصر اللي هي اول مستشفى تم اعتمالها بالضبط حضرك عارف طبعا انا عارف الكلام ده اتعاملت جوه المستشفى عندنا برغم ان هو كان يقدر يعملها في مستشفىات كتير جد بس لان هو يخضع لنظام التأمين الصحي الشامل وهو مشترك وثق في المستشفى وشاف اللي بيحصل لهو الأقارب والعائلة والناخر اللي بيشتغلوا معايا والكلام ده كله ثقته دي خلته راح المستشفى والاستشارين والأساتزة اللي احنا متعاقدين معاهم او بيشتغلوا معانا اتعاملت ونجحت نجاح باهر رغم ان هي ممكن تعمل في مستشفىات خاصة بتتكلف من خمسمائة الى مليون جنيه من خمسمائة الى مليون جنيه اتعاملت عندنا بنسب مساهمة حضرتك عارف طبعا الكلام بسيط تلتونية جنيه لحد الاقل بالضبط كده لكن طب انا هرجع معلش لنقطة طبعا طلع انه الحكاية دي مش عندنا ولازم يسافر طيب خلينا نقولها بطريقة تانية احنا عندنا زي ما قلنا 95% مغطينه طيب الخمسة في المية الحاجات اللي زي كده في عندنا في مصر حاجات بنقدر نقوم بيها بس في مستشفيات اخرى وده التكامل بقى بتاع المشروع حتة المهمة التكامل اللي في المشروع ده اننا بعض المستشفيات الخاصة ممكن اقدر اخد منها الخدمة عن طريق هيئة التمويل اللي هي الهيئة رقم اتنين انا هخاطب هيئة التمويل بعد اذنكم انا ما عنديش الخمسة في المية المتبقيين في الخدمات بتاعتي اللي هي حاجات فيري ادفانسد او حاجات لسه هندخلها في طور ان احنا لسه هتخش برضو عليك طب اعمل ايه بخاطب هيئة التأمين بتقرير طبي محترم عن طريق اسادزة واستشاريين طبعا يا جماعة الناس العيان ده محتاج واحد اتنين تلاتة واحنا عندنا جزء من الخدمات واستكمال الخدمات ده هيستوجب ان احنا نوديه مستشفى تاني هيئة التمويل لان فيه تكامل ان المريض بتاعي ده ما يخرجش في حتة تانية غير مصر ان شاء الله بس فهنروح لمستشفى تانية وهنكمل الجزء اللي متبقي عندنا اللي هو الخمسة في المية في المستشفى الخاصة اللي فيها الجزء ده ويرجع تاني لمستشفى بتاعتنا يكمل خطة اللي علاج بها وبرده في التلتمية جنيه وبرده في التلتمية جنيه